هلا وشلونكم صبحكم الله بالخير يفتح علينا وعليكم أبواب الرزق والصحة وراحت البال قولوا آمين وصفتنا لليوم وصفة يعني ما تنوصف مكثر ما طيبة وبسيطة وسهلة وما يحتاج لها زبدة حضرتها بالزيت فقط بس ضفط لها فت شي جديد وهو اللراشي طلعت حلاوة شي يعني ما تنوصف وأنصحكم تجربوها مكثر ما طيبة وقبل ما أبدي بالفيديو أتمنى أن تشاركوني الفيديو مع الأهل والأصدقاء وعلى الصفحات الاجتماعية ولما مشتركوا بالقناة أتمنى أن يشتركوا يفعل الجرس ولا تنسوني باللايك عندي هنا هذا ثلث كوب من الشكر أضيف لكوب واحد من الماي وأضيف لربع كوب من دبس التمر وأخلطهم وأتركهم على جهة أسخن نصف كوب من الزيت بالمقلات بعد ما سخن الزيت أضيف لكوب واحد من الطحين أو الدقيق أضل أقلب به إلى أن ما يتحمص أو أقلي هذا الطحين بهذا الزيت بعد ما أتغير لونه أضيف لها خلطة الشكر والمي والدبس دبس التمر وأقلبها على سريع وإذا تريدون وطوا الحرارة شوية حتى على مهلة يعني يكثف وياكم أو تكثف الحلاوة وياكم بعد ما انتهيت من طبخ الحلاوة وصارت يعني شي ممتاز ورهيب أضيف لها نصف كوب من الراشي أو الطحينة وأخلطهم سوية إلى عن ما تتجانس هذه الطحينة أو الراشي مع الحلاوة آخر شي أضيف لها ملعقة تكوب وحدة من الهيل هذا يعني حسب الرغبة إذا تريدون تخلو لها الهيل أو لا وأخلط الهيل مع هذه الحلاوة وبعدها أفرغها بالصحونة وأقدمها أريد أن أحب دائما أزينها يعني أسويلها شي شكل أو فديسة نقشة بالحلاوة قبل ما أقدمها فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وألف عافية مقدما أترككم بأمان الله إلى أن من التقي فيديو آخر شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة